ذكرت في بيان الاعتذار عن خوض الانتخابات الماضية بأنني سأترك للأحداث القادمة أن تكشف عن بعض الحقائق المغيبة وقد حدث بالفعل ما توقعناه إذ كشفت لنا الأحداث الأخيرة في فترة زمنية وجيزة الكثير من الحقائق المغيبة فظهرت ازدواجية الممارسات واختلاف المبادئ وتبدل المواقف بشكل واضح وجلي لذا فإن العودة إلى الأمة اليوم بات الضرورة أشد حاجة وإلحاحا بعد أن أصبح المشهد أكثر جلاءا واتضاحا ليختار الشعب الكويتي من يمثله ويتحدث باسمه ومن يتفاعل مع تطلعاته وهمومه فلا يتكرر ما قد رآه رأي العين والمؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين ثالثا لا يخفى على أحد حالة الأحباط لذا قطاعا كبير من أبناء الشعب الكويتي إذ تغيرت المجالس وتغيرت الحكومات ولا نزال في نفس الدوامة والحلقة المفرغة وهذا يدفعني إلى التأكيد على نقطة مفصلية وهي أن المسألة ليست مجلس 20 أو 22 وليس مرزوق الغانم أو السيد أحمد السعدون الموضوع ليس الشيخان الفاضلان صباح الخالد أو أحمد النواف الغضية أكبر من تلك الثنائيات المضللة والمتخيلة والقاصرة إذ هي قضية خطاب سياسي تمتع بالوعي والبصيرة وممارسة ناضجة قوامها الموضوعات والملفات لا الأشخاص والأسماء وهما أمران يستهدفان شيئا واحدا وهو تعزيز شعور المواطنة في نفوس الناس وإعادة إيمانهم في بلدهم ومستقبله وهذا لن يتأتى إلا ببرنامج عمل وطني يتحقق إجماع الأمة عليه وفق جدول زمني محدد ودقيق وصارم يعيد ثقة المواطن بمؤسساته وهنا أؤكد نيابة عن أغلبية أعضاء مجلس الأمة إنه متى ما صدقت الحكومة في وعودها أبرى برنامجها الشامل فنحن على استعداد كامل لتقديم كل الدعم والمعازرة لها لتحقيق الغايات الوطنية المرجوة